مشاهدي أنفاس بريس أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أنفاس بور حلقة اليوم سنخصصها لتحليل حصيرة شطر الأول من البطولة الوطنية ويحضر معنا بالستوديو اليوم خالد الأسكري اللاعب وحارس المرمى أهلا بك خالد شكرا أخت نهاد سعيد بالحضور معكم على قناة أنفاس بريس ونحن أسعد سي خالد سي خالد اليوم وصلنا لنهاية شطر الأول من البطولة الوطنية كيف هي قراءتك لهذه الحصيرة لها؟ كنظن أهم حاجة كتير انتباه هو فريق جيش الملكي باقي الفريق الفائز الموسم الماضي بالبطولة الوطنية كنشاهده في هذا اللقب الخريف رغم أنه هو لقب فخري إلا أنه يؤكد بأن فريق جيش الملكي لكامل استعداد ذياله بشي يفوز باللقب المرة الثانية للتوالي بالإضافة العودة القوية للفريق الرجاء البيضاوي لأنه يحتل المركز الأول مع فريق الجيش الملكي بالإضافة العودة ديالنا هذا البركانية لأنه فريق قوي بصراحة يقدم مقابلات كثيرة في نفس الوقت كنت من عودة فريق الويداوي بصراحة لأنه في قوة البطولة الوطنية هو في تواجد الفرق التقليدية الويداد، الجيش، الرجاء، البركان لما للفتح والمصر كنت تشوف أنه بحل الهياب للتنابوس للويداد ما خلش طعم البطولة فالويداد بيضاوي في بداية الموسم كان فريق قوي في سوبرليغ التي تنتمت جديدة لسفر البطولة الوطنية رغم أنه كان عدة مقابلات مؤجالة لا ننسوش بأنه بالنسبة لي لفاتيك منطر كانت عندها دور كبير لأنه كانت دي بلاسا وفي كل تراجل تلعب ماتش خرج تيم سوبرليغ تلعب شمبيونس ليغ ترجع للبطولة فهذا رأى شيء صعيب بالنسبة للاعب أي لاعب على المستويات لكن كما شرطي غياب الويداد البيضاوي نظن نرى منافسة شاريسة قسرته فريق رجاء البيضاوي لأنه غاب عن اللقاب كنظن هذه ثلاث سنوات أربع سنوات يحاول يرجع بقوة الجيش يحاول يحافظ عن اللقاب ديالو وكما شرطنا فريق نهداد البيضاوي تلعب فرق أربع منهم الويداد البيضاوي قادرين يعطونا منافسة شاريسة لكي نرى الفائز بلاقب البطولة الوطنية تفقل سيستي خريد مازال حتى حاجة ما تحسمت باقي الشطر الثاني نقدر نرى أودات الفرق جديدة مازال وللا لحتي أن الندية بتشويق استمرت إذا ما في الدورات الأخيرة ديال البطولة بشكل كبير كنت توقعوا ماذا ستتوقعوا بلاقب البطل الخريف حسماسوا فريق الأهداف يعني كانت واحد من الدية قوية طبيعة الحقيقة كانت حلوة كبيرة في الموسم الماضي فصلتوا في الدورات الأخيرة شاهدنا اللقاب من التحسن إلا التواني الأخيرة ليس الجولة الأخيرة أكيد تهد الموسم بعدين نشوفوا الجيش والراجة كما هضرنا الويداد بركان وبالإضافة أن البطولة توقف واحد الشهر بمناسبة لنظام كأس أفريقية كان نظن بأن العديد من الفرق الوطنية تعزز جمعاتها بلاعبين اللي قدروا أعطوه إضافة كذلك اللاعبين هذي حاولوا يرجعوا ديكتاراوة البدنية منهم كان نذكروا بطريق الويداد بيضاوي لأن قتلة المقابلات كما هضرنا لفاتيق منطر بالإضافة لعياء البدني فكان نظن بعد هذا الشهر إن شاء الله نشوفوا بطولة أقوى وأجمع إن شاء الله نقولي إستخاذي واش نتبعها هتتبقى في البطلة مدة شهر كامل هذه ضرورة ما عندناش خيار فكأس أفريقية كان نظن ضرورة مخصنا نحتارموا لوائع ديال اللجنة المنطمة لكأس أفريقية كان نظن حتى التوقيف الشهر كانت يعطي استعداد بأكثر قوة للشطرة الثانية إن شاء الله هذيكون فرصة لترشيب الأوراق ديال الفرق طبيعة الحال كما ذكرنا فالعديد من الفرق الوطنية تزز الصفوف دياله بلاعبين اللي اعتواء إضافة بالإضافة لعياء هذا هو حاجة مهمة لأن اللاعب كان نظر على فريق البيضاوي وبأقل درجة فريق من هذا البركانية لأن فريق الجيش الملكي كما نعرفه جميع تقصى مع أصبات الأبطال الأفريقية فما سهلاش كبتي بلاسة للأفريق تلعب ماش ترجع تلعب ماش مؤجال تلعب البطولة فهذا الشهر تعتهم واحد راحة اللي قدروا يرجع أقوى من الحويج اللي ميزة هذا الشهر الأول السي خالد هو أن فريق رجاء ما تلقحت شي هزيمة هذا الشهر الأول أشنو ممكن تقول لها المسألة وهذا الشهر لش فريق رجاء بدول في مركز الأول وبالإضافة الخبرة الكبيرة ديالانازز نيتي والمدافعي اللي بصراحة كيقوموا بحد الطور كبير وما ننسوش حتى تدني مسوافاء البطولة الوطنية ما بقناش كنشاهدو ذيك الإطارة والتشواق وذيك الندية وهذا الشي بنسبة لي أنا راجع لسبب واحد هو غياب الجماعير فخير ميتالي رجعنا للديربي فمش هذا هو الديربي اللي كان عارفوه اللي اللي لعبنا فالديربي كانت عنده واحد قيمة كبيرة مش غير في بطول الوطنية بل عن العالمي كان الجمهور ديال الويداد والراجا كان يعطي واحد ميتال كبير الحلوة والجمهور طريقة تشجيع دياله فمصارحة غياب جمهور فقدنا ذيك الحلوة ديال كورت قاعدة انت كلاعي بسيخالي تقدر لي توصف لي كيفاش كتعيش ذيك اللحظة لكي يكون الجمهور وكي يشجاع وكي يشجاع كيفاش كيكون تطعم ديال مباراة بالجمهور بجمهور كيكون حلوة كبيرة وفي نفس الوقت كي أعطيك واحد حماس كما كنقوله جميع فالجمهور هو اللعب رقم 12 فإلا لاحظنا مقابلة بدون جمهور تلقي فرق كبير كما شرنا تلعب المحمدية كوكان في كازا وفي دونور وبالجماعير فهذا نشوفه ما نقول لك نتيجة أخرى ولكن نحن نشوفه مباراة متيرة صورة أخرى صورة أخرى بصراحة من السودة سيخاليد أنك حملت القميس ديال الجيش الملكي ورجاء الرياضي ومدابة جوز اللي متصدرين أشنا بكال لك تقول لك مسألة للجيش الملكي وفصلت معه بألقاب الحمد لله ولا الفريق الرجاء البيضاوي اللي وصلت معه العالمية فهذا شرف كبير لأنه أجمل ما في الكرة القادمة وتلعب على الألقاب ومعامل مع الفرق الكبرى وأستاذ أنت كحارس مرمى سابق كيف كان هو الحارس اللي الفتن النظر لك وانتباه لك مرحل الذهب فأول حارس لانتباه ديالي هو بصراح حارس ديال المغرب الفاسي الشيهاب بصراح حارس شاب حارس قدم مستويات كبيرة ودرجة أنه قلس الحارس الكبير التكنوتي ديال فريق الويضاوي فما سهل لك الحارس الأول بوجود حارس التكنوتي بصراح فهذا قام واحد العمل من جهود كبير وتدرج وكان في برشي على مقاضون ومن بعد مشال ما ستنى الفرصة دياله والآن كد على مقابلات كبيرة بالإضافة للحارس موطع منسوش بأن نحتوى نازل شاب يلا المسلم الثاني دياله أكبر الفرق الوطنية لعب تشامبيونس ليغ السيبير ليغ كد لعب على عدة واجهات فهو حارس يقول الكلمة دياله سيخ خليد كتصرنا أيام قليلة على بداية الكان تقدر تقولي التوقعات ديالك ولا قراءتك لحضوض المنتخب المغربي في هذا العرض القاري فهذا حاليا المغرب لرجعنا المرضود الكبير اللي قدم في قطر في موندي القطر فأكيد أنتظر منه الشئ الكتير بصراح رغم أن المنافسة في كأس العالم ماشي المنافسة في كأس أفريقيا ظروف أخرى موناء أخر أجواء أخرى منه اللاعبين خصوصا أن معظم اللاعبين اللي كيلعبوا في المنتخب الوطني كيلعبوا خارج أرض الوطن في دوليات أوروبية أو خليجية فبصراح تكون مهمة صعبة لكن كيبقى المغرب أبرز المرشحين إن شاء الله يفوز باللقب ويقوم بمقابلات كبيرة إن شاء الله إن شاء الله سيد خليد شكرا على قبول المشاهدين الكرام